في مكان بلا معلم يدل إليه سوى مناطق وعرة من جبال عالية وأودية سحيقة قالت ميليشيات الحوثي إن رئيس مجلس الإنقلاب صالح الصماد يتجول في منطقة جازان السعودية يتنقل صالح الصماد بين عدد صغير من شباب تسلحوا ببنادق تقليدية ورافقتهم كاميرا قناتهم المسيرة وحاول الجميع طوال الوقت التأكيد على وجودهم داخل السعودية تهديد صريح أطلقه رئيس مجلس الإنقلاب صالح الصماد لأمن السعودية وفي الوقت ذاته سعى لتعويض نقص شديد تعاني منه الميليشيات بعد سقوط الآلاف خلال عامين وفرار مثلهم من عمليات التجنيد الإجباري في كلامه أمام الكاميرا سعى الصماد إلى شحذ الهمم وتحفيز شباب اليمن إلى الدخول في صفوف الميليشيات والتوجه إلى حدود السعودية وعلى الجانب الآخر دعوات أمام المجتمع الدولي لتحقيق الحل السلمي ترجمة نانسي قنقر